بسم الله الرحمن الرحيم طيب ابتداءنا سيتم تطبيق هذا الأشياء الجديدة أو لهذا الرسوم الجديدة ابتداء من 1 أفريل 2021 طيب نبدأ بالنقطة الأولى النقطة الأولى لترانسفير تدراها تحويل الأموال من بطاقة بايسيرا إلى بطاقة بايسيرا أخرى كان مجانا وكان غير ليميتي معناه تحول 20-30-50% ترانسفير جراتويتمو طيب الآن أو ابتداء من 1 أفريل 2021 سيصبح تحويل الأموال من بطاقة بايسيرا إلى بطاقة بايسيرا أخرى محدود بـ 50 مرة فقط معناه 50 تحويل مجاني فقط ابتداء من تحويل 51 تولي رسوم على هذه التحويلات قيمة الرسوم هي 0.10 أورو معناه ابتداء من 51-52 تحويلة ابتداء من 51 تولي عليها رسوم اللي هي 0.10 أورو على كل تحويل معناه ابتداء من 1 أفريل يقول لي كل المشترك مع بطاقة بايسيرا أو مع البنك بايسيرا عنده 50 تحويل مجاني فقط يقدر يحول من بايسيرا إلى بايسيرا 50 تحويل أكثر من 50 تولي رسوم 0.10 على كل تحويل طيب تحويلات الأخرى ما عادة بطاقة بايسيرا إذا حولت أموال من بايسيرا إلى بنك آخر أو إلى بطاقة أخرى سابقاً كانت مجاناً كذلك كانت مجاناً وكانت غير محدودة لكن الآن تم تحديدها بخمس تحويلات فقط تقدر تحول من شهرياً طبعاً شهرياً تقدر تحول من البطاقة بتاعك إلى بطاقة أخرى ما عادة بايسيرا بطاقة أخرى ماستر كارد أو فيزا كارد تقدر تحول خمس تحويلات مجاناً فقط ابتداء من التحويل السادس تولي عليك رسوم اللي هي 0.50 أورو ابتداء من التحويل السادس 0.50 أورو على كل تحويل طيب النقطة الثالثة الرسوم السنوية الرسوم السنوية اللي تأخذها البنك بايسيرا من عند المشترك رح تولي 0.75 شهرياً كل شهر يدي من عندك بانك بايسيرا 0.75 أورو بدلاً من رأيك حالياً 0.50 معناها رفعه في قيمة الرسوم الشهرية طيب الاستيراد لما تشري بالبطاقة بطاقة فيزا بايسيرا تشري بها استيراد اشتراد تشري شيء وتدفع تدفع عن طريق البطاقة الآن رح يقول لي 15 أورو على كل تحويل على كل استيراد ولا كل دفع إذا اشتريت شيء من تسويق شبكي ولا من عند أمازون ولا من عند أي بلاتفورم تعبيع هذوك الدفع رح يكون على كل عملية شيراء 15 أورو لكل عملية استيراد هذه هي إجراءات الجديدة هذه الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من 1 أبريل 2021 إن شاء الله نكون نفعتكم بهذا الفيديو والرسالة لكم لحتى ما إرسالها إلى جميع المشتركين حبيت أن نشرح بركات الأمور لتكلموا عليها فقط بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا